صراحة يجب على هذا التيار الحاداتي والعلماني أن يتكلم مع المغاربة لأن هذا الكلام هو وجه لمن؟ للمغاربة أن يتكلم مع المغاربة بوضوح ويعلن مرجعيته التي يتحكم إليها بوجه مكشوف يقول نحن لا نريد الإسلام ولا نريد التحكم إلى الإسلام إذا كان بهذا الوضوح قد نتحاور معه أما يغيب هذا السؤال الكبير المهم ثم يتكلم في تفاصيل الأمور ويدعيه أن هناك حقوق مظلومة ويريد حرية معينة في الواقع هذا غبن لهذا الشعب وفرض وصاية بشكل قبيح جدا على هذا الشعب كأنه قاسر لا يفهم هذا غير حقيقة لا بد أن نتحدث عن مرجعية هؤلاء فهؤلاء من خلاه ما يطرحونه ما يقولونه ما يطالبون به فهم فعلا في موقف معادل للإسلام ولمجائبه الإسلام إذن فجسد الإنسان هو ملك لله عز وجل نحن نقرأ في آيات كثيرة ولله ملك السماوات وما بينهما وهي آيات كثيرة متعددة في القرآن الكريم فملكية هذا الجسد ولله وحده لا شريك له وهذا ما يعتقده جميع المغاربة لأنهم مسلمون هذا الشيء الأول الشيء الثاني لا يعني أن هذا كونه هذا الجسد هو ملك لله عز وجل أن الإنسان أن الله عز وجل حجر عليه جميع تصرفات بل هو أول مسؤول عنه هو الإنسان ونفسه سوف يسأله عنه سوف يسأله عندنا أحاديث كثيرة أول ما سوف يسأله عنه من بين أسئلة الثلاثة أو الأربعة التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جسدك فيما فيما أبليته هذا سؤال مهم جدا ولهذا فهناك فرق ما بين ملكية الجسد ما بين تصرف هذا الجسد من حيث المسؤولية إلى غير ذلك إذن هؤلاء مرجعيتهم مرجعيتهم مرجعية هي مرجعية علمانية حداتية وبالتالي فلابد من الحديث بوضوح عن هذه المرجعية أمام الشعب المغربي لكي يختار عن علمين وعن وعيين ماذا يريد هذا والذكرات